مرشاة المسا تحية مني أيلان زغيب عيسى من زميلة شادي عقادة على التنفيذ ضيفنا بحلقة اليوم نائب رئيس حزب الكتائب ووزير السابق دكتور سالم الصيغ أهلا وسهلا فيك دكتور بصوت لبنان أهلا فيك بدأ عيد أول شيء لبنانيين جميعا عيد مبارك هيدا عيد الغفران هيدا عيد الفرح النبي محمد كان يطلب للمسلمين أكبر مشاركة وبفرح يغنوا ويرقصوا كانوا من شدة الفرح بهيدا العيد بالرغم من أنه اليوم بترابلوس مبارح وجه الصبح رحلنا شهداء وعبي جاربوا كأنهم عبي يسرقوا العيد منا هالإرهابيين هالمجرمين عبي يسرقوا العيد منا من كل لبنانيين رح نقولهم ما رح نخليكم تسرقوا العيد ولا رح تسرقوا فرحة العيد والله يرحمهم والله يرحمهم للشهداء هيدولي أماني أنه نحافظ على هالدولة اللي هني التزموا فيها وهالدولة رح تنتصر بالآخر إن كان على الإرهاب أو على الكين كل القوى الأخرى اللي عم بتجرب أنه ضاعف دولتنا نعم معالي الوزير سليم الصايغ رح نحكي نحن وياك عن العمل الإرهابي اليوم بترابلوس ومواضيع أخرى منها أيضا الموازنة بهالحلقة الإرهاب عاد يضرب من جديد فهل انتهى عهد الاستقرار الذي ينعم به لبنان؟ عمل إرهابي ضرب ترابلوس وأدى إلى سقوط أربعة شهداء من الجيش وقوى الأمن فما هي الرسالة ولماذا في هذا التوقيت محليا وأقليميا؟ قبل ذلك كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عن النائب النفس ويلوح بالصواريخ وسط اجتداد الضغط الأمريكي على إيران وفي هذه الأجواء سيتابع مجلس النواب مناقشة الموازنة التي أجمع الكل على أنها لا تحمل الكثير من الإصلاحات فهل سيقتنع المجتمع الدولي ويفرج عن أموال السادر؟ أهلا وسهلا فيك معاني الوزير دكتور سليم السايق بصوت لبنان يعني اليوم فجرا طبعا فرد حاله حدث الاعتداء بطرابلس يعني كان سرنا وقت طويل الحمد لله يعني كنا ما شفنا أعمال إرهابية ليش هاليوم كيف تقرأ يعني؟ على ما يظهر حسب معرفنا من قيادة الجيش أنه بالاتصالات القائمة مع قيادة الجيش فهمنا أنه في كتير مدهمات عم بتصير من مدة إن كان بمخيمات النازحين أو بمحلات أخرى حيث أنه في خلايا نايمة كتير وفي كمية سلاح من نهاينة عم بتكون موجودة وبالنتيجة كأنه في دائما تحضير لشبكات وإلى ما هناك تمهيدا لشيء ما والقوى الأمنية والجيش عم بيقوم بمدهمات وعم بيكمشوا كتير نادي وفي خلايا عم تنكشف على ما يظهر أنه الأرقام بعدها مش معروفة وأفضل ما تكون معروفة هيدا أمن قومي للبنان لكن أجهزتنا عم تعمل شغل يتشكر عليه حقيقة نعم هلأ بدي أربطها بنظرية المؤامرة ونقول أنه هيدا ترابلوس صارت الفتنة مدروسة وإلى ما هناك ما عنا معطيات صراحة ما في معطيات حتى نيجي نقول أنه تنبني عليها لكن في مسار فينا نبني على تراكم إشارات ومؤشرات بتقول أنه هناك حركة تسلح ما عم ترجع بتصير ويعني بانتظار شيء ما نحن ما بنعرف شو هيدا الموضوع شو هو لكن اللي بتحمي هيدا الموضوع نحن بهمنا كيف بنا نحمي حالنا نعم الحماية بده يكون أول شيء أول شيء بالتماسك الوطني ما أنه كلام بتتم الحرب بتبلش بكلمة أوقات بتخلص بكلمة بس أساسا بتبلش بكلمة نعم مفروض أنه نرجع للغة الاعتدال عدم التخوين الطائفة والتجهيش الطائفة بهيدا البلد لأنه كل الديانات السماوية هي بغربة وبتستنكر وبتضحض كل استعمال غشيم وغشب لها القوة مثل ما عم بيصير نعم بتصور المواقف اللي عم تتخذ بلبنان من قبل ما يسموا أنفسهم مسؤولين عم بتأجج الصراع الطائفة بالبلد وما عم بتخلي هيدا البلد يرتاح وبهيك جو بيتنامى العنف المتطرف بشكل كتير كبير يتحمل مسؤولية كل ضربة كف بتصير بلبنان هذه السلطة وهذه السلطة مجتمعة ومنفردة بأركانة لأنهم عم بيستعملوا لغة التطرف يجب ضرب التطرف بضبط الزات لشل ما بنحكي عن سنية سياسية وتاني نهار عن مرونية سياسية وبعدين عن شعية سياسية مش هيك يعني هلأ كان في منحارب التطرف التراشق يعني بين الوزير بوصعب وأحمد الحريري هلأ ع خلفية الاعتداء يعني الوزير الدفاع عم بقول انه هيدا اللي عامل عملية كان أطلق يعني لازم نحقق كيف أطلق وكيف وخرج من السجن يعني يعني نحنا من قللهم انه ايه طبعا السجون في لبنان في خطة سجون معمولة لأكتر من عشر سنين لم يطبق شيء منه وأصبحت هذه السجون هي بقرة للتطرف بيفوت الواحد بجنحة وبيطلع مجرم محترف بيعلمو كيف يهرب بيعرفو كيف يتعاطى بيعلمو كيف يعمل شبكات بيعلمو حتى استعمال الأسلحة والمتفجيرات داخل السجن شيء خطير جدا يعني فلتان السجن هذا شفناه قبل معروفة معروفة هاي القصة وبالنتيجة بدون يعملوا شغلة هؤلاء الضعفاء لأنه كلهم ضعفاء هؤلاء القيمين على السلطة بلبنان ضعفاء بنية جمهورية ضعيفة مكونة من مجموعة ضعفاء فكروا حالهم أقوي بالقليل هؤداء الضعفاء خليوا ليستقووا على السجون ويضبطوا السجون ويعملوا سجون مثل العالم ويعملوا تأهيل ويسرعوا بت الملفات والبدوا حكم يعملوا حكم مش بنيموا الواحد عشر سنين بلا حكم وبالنتيجة عم بيخد الوزير أبو صعب بركي المشكلة من الآخر يعني عم بيخد عم بيعالج مؤثراتها والتداعياتها روح على أصلة للمشكلة أنت اليوم معتبر حالك أنك بالسلطة وأنت بالعهد أنت ما لك حق تنتقد وتكيل اتهام يعني عم بوجه لطيار المستقبل ولكن عم بيسبتول لأنه كلهم غير مسؤولين لا يرتقوا إلى مستوى المسؤولية هيدا الشيء بتقليك عنه نعم أنه كل واحد بالسلطة بيقلك أنا مني مسؤول حقه الثاني طب ولا أنت ولا هو ولا هيداك مسؤول مين هو المسؤول بهيدا البلد هو دي جماعة اللامسؤولية بدولة اللامسؤولية حيث لا سؤال ولا حسيب ولا رقيب ولا إلى ما هنالك وبالنتيجة بتجي بدك تتعرضي حدم بتلاقي ما في حدم عدم تبقى العدمية يعني هذا الرزير يكيل الاتهام لهذا المسؤول اللامسؤول بيقول أنه المسؤول مين بدي نعمل هو بيكون مسؤول خي ما أنت ما قلت أنت بدك تعمل أبضاي أنت بدك تعمل قوي وتجيب لبنان القوي نعم أول شيء ما جبت لبنان القوي جبت لبنان الفقير جبت لبنان الضعيف جبت الدولة المفلسة أنتوا جماعة مفلسين فلستوا البلد فلستوا الدولة أحسن شيء أنه ما تعطوا رأيكم وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا أحسن شيء أنه ما يعطي رأيه وزير دفاع لبنان بكيل الاتهام شمال ويمين يتصرف كوزير دفاع وزير دفاع ما بيكتر أراء وزير الدفاع بيفعل عم نشوف صاروا كلهم كلهم أبطال يعني قادة جيوش صاروا وين على الميكروفون روح شوف قائد الجيش عندك شو عم بيقلك قالك على الطاولة هديك النهار لإلك ما تجد زيدي علي بموضوع الجيش قائد الجيش عم بوجه لك لإلك الكلام ما بعف إذا نحن نحكي عنه نعم طبع أكيد رح نحكي عنه بس نفوت على موضوع الموازنة بعد بدي أسألك شغلك كمان بموضوع ترابلوس يعني اليوم عم بيقولوا في اجتماع كان ببعبدة يعني في إجماع أنه هيدا عمل فردي مبدئيا بعد ما توضحت الأمور ولكن يعني بيأتي بسياء أيضا إقليمة يعني موضوع إيران الضغط على إيران على حزب الله إلى آخر هم بارح سمعنا سيد حسن نصر الله عم يحكي عن الصواريخ والنقب النفس يعني هيدا الحادث الإرهابي اليوم فيه خطر يعني بهالجو الإقليمي كيف بنعكس على البنان لكي ما بدي فوت بنظرية المؤامرة لأنه ما عنا معلومات وأغلب المعلومات بتاخد معلومات يعني منا مترابطة أي جهاز بده يعمل تحليل كامل شامل تيبني صورة يبني نظرية على أساسه يشتغل بده تشابك وتقاطع كتير كبير وأغلب التقاطع البسير هو داخلي خارجي يعني اليوم اليوم بلبنان عنده مظلة إذا بديك استخبارية استخباراتية كتير كبيرة حامل الوضع بلبنان من الشبكات على الأرض لحديد طيارات الأواكس لحديد التنصت اللي بيصير بالبلدان الكبرى على كل شي بيصير بهيدا البلد هاي دي الشبكة المنظومة الإلكترونية والبشرية الملموسة والغير ملموسة افتراضية يعني على هيدا كلها هيدا بتبني شبكة حيمية هاي بده تتقاطع كلها حتى يقدر أي محلل يبني نظرية معينة أنا لا أستطيع القول اليوم أنه بالمعطيات الموجودة بين إيدينا أنه هناك تقاطع واضح بين خطاب السيد حسن نصر الله والعنف المسلح يعني أو اقتراب موضوع طبول الحرب تقرع هون وهونيك أوقات وأنه بروس حركات داخلية إنما أي محلل لأنه دائما يعني الإرهاب بيجي أنه نحنا أي محلل بيقول في شيء أخطر من الإرهاب بلبنان نحنا عم نصوب على الإرهاب لأنه في أمبلي عم بتعمل صوت وعم تروح دماء وشو هدا وفي أشلاء في جتة يعني بيجي حادث يعني بيصوب بيرجع الأنظار على شيء تاني مظبوط إنما الشيل عم بيسير بلبنان هو أخطر من أي شيء لأنه أول شيء الإنقسام العمودي طائفي بلبنان عم بيرجعوا بأججو كرميل مصالحهم الشخصية السياسية ولعبة السلطة تبعهم بإسم المسيحيين عم نرتكب المعاصي بإسم تحقيق وتحصيل المسيحيين أحد الكبار اللامسئولين بقلي إنه نحنا بلشنا نحط إيدنا على الموازنة عم ننتزعها من إيد السنة وصرنا عم نحكي كمسيحية فيها شو هالنكتي هاي وصاروا آخرين بيجي بقول لا بدنا ندافع عن مصلحة السنة بهذا الموقع وهي ديك شو عم نبني بلد ولا مزرعة نحن هذه الجريمة هذه الجريمة من دون جدتك الشيء اللي عم بين عمل بالمنصورية ضد أهلنا وده حديث بين حكى لوحده بده حلق أو خدته كتير بصوت لبنان مجد كن فيها وتشكروا لهالشي وكمان يعني الحزب الكتائب كان بالطلعة طبعا ولازلنا وسنبقى ونقعد الناس كلها بالمنصورية والديشونية وعين سعادة وعين مكان وعايتوا رح نكفي لو إجا 10,000 فولت على الخطوط رح منكفي ما رح نخليكم تتهجروا من أرضكم هيدا وعد من حزب الكتائب للناس أهلنا القاعدين بالمنصورية لأنه عبيرتكب بحقهم جريمة من جون جتة جريمة صامتة وهلي كمانا هيدا أخطر أنا برأيي من أي تفجير بيصير مش سير نحنا نربطه بالسياسة ما هيدا العقم السياسي وهذا الفساد السياسي هو اللي عم يجي بيخلي هالناس تتهجر وتموت من أرضه وفي جرائم أخرى يوم جرائم البيئية اللي عم بتسير تهجير أهلنا بالمتن تهجير أهلنا بالشويفات من رويح الكوستا برافا تهجير أهلنا ببسري وعملية ساد بسري وغيره وغيره ليست هذه بجرائم صامتة هذه أجرائم بمستوى الجريمة الكبرى لأنه اليوم بالتصديف الدولي الجرائم ضد البيئة هي جريمة كبرى يحاكم عليها القانون لو في عنا قضاء شوي أجرأ من هيك باللبنان مش عم بيتسيس ومش عم بينضرب ومش عم بيتدجن ومش عم بيقصص عم استعمل السلطة يعني القمع ما شفناها كيف استعملت بالمنصورية وهلأ عم بحضروا حالهم على بسري يعني طبعا فيه ناس ناشطين دايما ما زي منظومة عنجر تلبنا لك منظومة عنجر يا محلة عنجر لأنه كنت تطلعي على عنجر اللي كانوا قاعدين هون كان بعد تقدر ترتب أمورك فيها هونيك كتير لبنانية رتبوا أمورهم فيها هايدي الموضوع هوني أقسى بكتير من الويصاية السورية ما نتعرض لإله اليوم في لبنان هو استعباد للإنسان اللبناني من قبل خيو اللبناني اليوم كيف بدك تحرري تحرري ضد مين ضد خيك ما هو قاعد بالبيت من الداخل صارت هيدا الوضع هيدا الوضع كتير قاسي ومشين هيك هيدا الاسي بس مش قاسي بس على المظلمين وعلى الضعفاء لأنه رح يعرفوا الناس قريبا وبلشوا يحسوها رح يعرفوا انه هولي المستقويين الضعفاء المستقويين هيدولي الشاب أقوى منهم ونوابنا اللي راحوا عملوا طعن مع كوكبي من النواب ثبتوا انه الشعب اللبناني أقوى منهم كلهم نعم رح نحكي عن طعن خلينا نحكي شوي إذا بتسمح يعني بموضوع الموازنة تفضل الموازنة اليوم بدأت روح على مجلس النواب يعني كان طبعا رئيس الكتائب النقب سام جميل اللي حكي عننا وقال انه منى تحفيزية بالعكس وطلب انه يعني يكون في دور لمجلس النواب بتعديله برأيك إلى أي مدى رح يكون مجلس النواب قادر على انه يعمل تعديلات كبيرة بالموازنة وهن الأطراف نفسهم يعني بالمجلس الوزراء ومجلس النواب نحنا عايشين مقساة انفصام الشخصية مقساة الانفصام المعنوي والأخلاقي والسياسي بكل محل بنحكي وكأننا نحنا ما كنا بالمحل التاني يعني أنا موجود بالحكومة بحكي حكومة وسلطة وبعملها وبرجع بوافق على نص برجع بنزله هذا النص إلى مجلس النواب بهاجم النص اللي وفقت عليه بالحكومة صحيح يا إما أنتوا أحزاب بتحترم حالها وتكتلات سياسية بتحترم حالها يا إما أنتوا مصابين بهذا المرض العضل اسمه الانفصام صح ما قلوا غير شي مثل بفوت على الكنيسة بيصلي وبيتناول وما بعرف شو بيتوب وبقول فعل الإيمان كله وكذا بتخلص مفعولا هو ظهر على الكنيسة بيظهر مفعولا بالشارع غير بالكنيسة هذا ذات الشي أنا برأيي الشيخ سامي الجميل بالمؤتمر الصحفي تابعه وأنا مني بمعرض أبدا أني قيمه لأنه نحنا فريق عمل وهو مثل ما منقوله هو العلم وكلنا سوا حده وحاملين هذا العلم وهذا دائما كان يقول الرئيس المؤسس أنه الرئيس المؤسس هو العلم بس في حده كوكب من الناس اللي حاملين هذا العلم حتى يظلوا العلم مرفوع وأنا أحد الأشخاص لحده مسكين هذا العلم والنتيجة مني بمعرض أبدا تقيب هذا الموضوع لكن بأسلوبه هو الشيخ سامي الجميل بعتبر أنا أنه كان ليق جدا وكان قدمي كتير وكان يمكن بيقدر يكون أقسى بكتير بالمعطيات اللي عنده إياه بس قدمصارهم عم بيقلوله أنه وقف انتقاد وما بقى توصف الصورة السودوية مثل ما هي لأنه اليوم بالسياسة لازم تعطي كمانا شي منيح وبيضة وصلنا عم نفتش على الأبيض بهاي الموازنة صلنا نفتش على النقطة البيضة حتى نقول هاي دي زابطة مشكلتك إنك كل هذه الموازنة هي دفتر دكنجي حسابات دكنجي بيجربوا يخففوا مصروف كهرباء ويجرب يخفف يجيب بضاعة يقول لك بركي بخفف اقسارتي هي موازنة عم نشوف كيف أنا شيل أرقام بدون خطة شيل أرقام ومش عم ننتبه إنه نص الحي عم بيضله جوعان لأنه من دكانتك ما بقى أحداً عم بيجيب يشتري عم بروحوا عند غيرك الناس وأنه أنت بس عم بتكون وكيل تفليسة هذه موازنة هي تحضير لإعلان تفليسة لبنان هادي الشي ما بيحب يقوله الرئيس سامي جميل ما بيحب يقوله ما بيحب يحمل هيدا الكلام لأنه حيب بيضله يضعطي أمل ورجاء للناس يعني ما رح تكون لأي تأثير هذا تأثير سلبي مش إنه تأثير عادي هادي تأثير سلبي لأنه رح تضلوا سلبي على الوضع الاقتصادي سلبي أولاً على الناس عجيبتك وعلى جيبتك سلبي أولاً منحي سادر ما رح يعطيك مصاري أصلاً نحنا عايشين بواهم سادر ما رح يعطيك منح كل مليار أو مليار ونص منح سادر كل قروض قروض بس بتحرق العجلة عبيدينك عبيدينك يجي بيقولك البنك اللي عبيدينك عبيدينك في عندك أنت شروط بديك تستنفي حتى أنا اطمن بالي عمليه أصلاحات على القليلة عمله أصلاحات وأعرف بعدين ما رح تيجي تعطي لمسيو وزير أو مسيو مدير عام أو مسيو لمسؤول ما بيستاهلوا كلمة مسؤولين هالمصرييات هيدولة لازم يجو يجو الدول بده تصرفها مباشرة على مشاريع نعم بتحرق عجلة الاقتصاد خليني إليك بس إنه بيوضعنا نحنا يمكن منيح القروض أثر اقتصادي إذا بده تبلش سادر هلأ 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 أول شي هيده قروض خلينا العالم تعرف منا منح نعم هذه القروض إجت هالقروض تعملك أوتوسترات بمحل إذا قررت الدول تعطي وتبلش فعلياً هذه تتخلص العملية دفترياً وورقياً ودراسات بالـ 2020 وحسب سادر إنه بده خمس سنين يبلش مفاعله الأثر الاقتصادي من الوقت ما تبلش يعني 2020 إذا قلنا يعني بالـ 2025 تتبلش الأثر بالنهاية من هلأ للـ 2025 من هلأ للـ 2025 شو عم نعمه لازم نفصل برأيه موضوع الموازنة عن موضوع سادر سادر مرح بفوت بالموازنة يعني مش بيجي الـ 12 مليار بحطهم بالموازنة زبطنا وضع العجز نحنا عنا عجز بنية ويصار بلبنان موازن هي لنعطي صورة لسادر إنه نحنا عم نعمل شي بس يعني حسب مع الطول حضرتك إنه شريعة سادر لا تفعل بده وقت بهالوقت نحنا شو منقدر نعمل؟ نحنا اللي منقدر نعمله أول شي بدك لحكيني وهذا حزب الكتاب ما عم يحكي إلا بهول يعني أول شيء أول شيء متل ما عم ينقال إذا عنا مليارين دولار تهريب عم بفوت على لبنان بضاعة إنه عم تنقص من الجمارك باللبنان ضرائب على مليارين دولار بضاعة بس ما بدون يحطوا إيدهم على هذا الموضوع ما بدون يحطوا إيدهم على هذا الموضوع لا لأنه هذه محمية بمين؟ بسلاح سلاح مين؟ سلاح الجيش الصيني أو الجيش الفلبيني سلاح مين موجود هنا؟ معنيتها مثل ما قلنا نحن بالزمينة إن السلاح والفساد هما وجهان لعملة واحدة لأنه التهريب بهذا الوضع هو فساد وبالنتيجة حزب الله بدو يعرف إنه ما بقى فيه التكل على منظومة الفساد اللي كان حمية بشكل غير مباشر أو مباشر لحتى هي تغطيه بالموقف السياسي بيّنت إنه حتى لما الرئيس الحريري عم بدور زوايا بالقمم مكة حتى هو عم بدور زوايا وقدر محطة البيانات حزب الله يعني كان تلميذ شاطر بالتسوية الرئيس الحريري بالمكة حتى هاي ما قبله وما قبله فيه الشباب حتى هاي معناتها إنه حتى قضية أسفسات والسلح بيحموا بعضهم هي عمليين ما بقى عم تعطي نتيجتها هناك إفلاس لكل المعادلات التي جاءت بهذه التسوية وإفلاس لمفاعل هذه التسوية والتسوية هي في موت سريري المطلوب فقط إعلان وفاته لا مصلحة دولية مش لبنانية بس بعضهم يعني بيشطوا فيها عبيب الموراة لأنه بحاجة لألا يعني ببارح عبيب الموراة كانوا عم يحكوا كلامين عم بيرطبوا الأجواء بس هين ماش ماملكين بقى مقوماتها لما عم تجي بتفتح مشكل كبير اليوم بين أمين عام طيار المستقبل مثلا وزير الدفاع والناطق الرسمي باسم الأصل الجمهوري وزير الدفاع وهو وزير مقرب جدا من الأصل بها الشكل هيدا يعني بارح وقبل مبارح تقوى هذه التسوية أصبحت تسوية تسوية عملة أمبلوزيون يعني انفجرت على ذاتها تبقى منها شو؟ بيبقى منها تقاطع المصالح على فتات معادة موجودة شو بيستفيد يعني الطيار الوطني من هالحملة؟ مش يعبي عمو حالهم مثل العادة بالمزيدات الكلامية والكلام المنبري والحركات المكوكية والوعود الجوفاء وا 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 كذا عم رجع حق المسيحيين طيب نفتح ملف وزارة الطاقة كم وظف مسيحي انت انفوت على وزارة الطاقة من عشر سنين لهلأ؟ كم وظف مثبتهم بوظيفتهم هن كلهم تعاقد ومويومين عم بتفوتهم يعني بصورة بريكار بصورة هشة ما عم بتفوت الناس وتثبتهم كيف وين رجعت حقوق المسيحيين؟ كلها توظيفات بكرة بيجي تتغير المعادلة السياسية بلبنان بيجي اي وزير على باله يغير بشط بتألم بطير لك كل هيدولة اللي اعطيتهم وظيفة مؤقتة وهشة طيب بيكون يعني عهد تنحاول ناخد وجهة نظره كيف انه بفكره انه عهد قوي لما احنا يعني كعهد مسيحي بيثبت وقاله كلمته؟ هيدا وضع هيدا ذات المنطق سنة 88 مش يوفيه نعم سنة 90 مش يوفيه دمره انجازات 1400 سنة عملوها المسيحيين بلبنان عطيت دولة لبنان الكبير حيث المسيحي قادر يخافز على حيويته وحريته ودمرت لانجازات اللي عملتها المقاومة اللبنينية اللي كانت اساس فيها كالتائب اللبنينية عام 75 لحديد سنة 90 او 85 دمروها تدمير دمروا ما بين كفرشيمة والمدفون حيث مؤسسات الدولة قائمة حول الوزارات عم تشتغل دمروها بلعبة السلطة هيدا كلها سوا وصارت المزيدات بينها شعارات كل واحد بده يعمل زعيم باسم المسيحيين ضربنا لبنان وانتجنا الجمهورية التانية اللي هلأ ما عادت عجبتنا اليوم باسم انتزاع حقوق المسيحيين عم نعمل عداوة للمسيحيين مع السنة مع الشيعة مع الدروز وعم نفكر انه قادرين نحن كمسيحيين بلبنان نربح بمعادلة القوى وموازين القوى لحمي المسيحيين بتاريخهم هو موازين القيم هي تمسكنا بالدولة بالحق بالقانون انت قوي مسيحي قوي بالدولة لما تكون انت مسيحي قادر تكون امين على هيدا الدولة مش متل ما عابيعملوا هلأ عابيحولوا الدولة لمزرعة طائفية صغيرة لا بالعدد بيربح المسيحي ولا بالقوى بيربح المسيحي ولا بالعلم اليوم بيربح المسيحي بيربح المسيحي كل ما كان مواطن وجر الآخرين على المواطنية هيدا الريهانة على الدولة الاساسة كان مش ان هيك انا بعتبر اللي عابيقوموا فيه اليوم بالتيار الوطني الحر والمنطق اللي عابيتمسك فيه الوزير باسيل هو منطق يدمر ما تبقى من الوجود المسيحي في لبنان وهذا خطر نحن لن نخفر له عليه ولن يخفر له المسيحيون ما ترى يعني انه في عام اليوم حملة على قوى الامن وتحديدا شابة المعلومات يعني شو في خلفيتها هيدا كلها بالحرتقات كلها اطباق كلها انه فكرون انا اليوم بيجي بضعف فلان بقيم فلان يعني نحن هاي المارونية السياسية معلاش ما في اول شي مارونية سياسية بطحض الفكرة في دستور لبناني وين مارونية سياسية لقدر حكم الشيخ امين الجميل بلا ما يكون في حده رشيد كرامي او صليم الصلح نعم قدر عمل مرسوم قدر عمل اللي لازم يعملوا لو في مارونية سياسية لقداش تعطل الرئيس شارل الحلو او الرئيس اليسر كيس لانه كيفي شراكة حقيقية بالبلد يمكن بيقول لك ايه بس كيفي شوية اكتر للمسيحيين وين شوية امتين قدر رئيس الجمهورية يستعمل الجيش اللبناني متل ما هو بده امتين ليش قدر نزل كميل شمعون الجيش اللبناني لصالحه سنة 58 مش معه الجيش اللبناني كان معه حكومة قدر يحكم من خلاله قدر بشارة الخوري يجدد لحاله لانه واقفت ضده كل القوى السياسية اللبنانية اللي ما قبلت بمشروع التجديد بس هلأ فيه شيعية سياسية فيه ما معرف يعني شو يعني عم نحكي مصطلحات انه فيه شيعية طائفة بتحيول تهني فيه سونئية شيعية بلبنان ولكن فيه سونئية شيعية بدون اي شك فيه احاديية شيعية فيه احاديية حزب اللهية وبعدين طبعا حركة امل معه بحيث انه هن يريدون حصرية الرأي الشيعي في لبنان واخدوا كل انجازات المقاومة ضد اسرائيل وسمروها بالسياسة واعتبروا انه هن يتكلمون ان كان باسم المحرومين او باسم المقاومين ضد اسرائيل واخدوها محل مبدون بالسياسة هذا الشيء اليوم اعطى بلبنان وحالي فيه واحد بسيطر الواحد هو قوي هو يفتكر حاله قوي لكنه ضعيف كمان هو حزب الله انا قلتلك نحن بنينا جمهورية الضعفاء المارونية السيسية ان وجدت اعطت دولة ومؤسسات واعطت نمو واعطت رخاء واعطت بحموحها بلبنان واعطت انه لم يقتطع ولا متر ارض من ارضنا كل الدول العربية احتلت ارضية الارض لبنان معلاش واكتر شعب استقبل الفلسطينيين قوي هنه الشعب اللبناني بالوقت اللي هيدا المارونية اذا بدنا نحكي بالمارونية السياسية نعم انما اليوم الظرف اللي نحن فيه انه حزب الله اللي مفكر حاله قوي وهو ضعيف هو بيعرف قدي صار ضعيف لانه ما انه قادر ويفوت لابس سياسة محل مبدو مسكرة بوجه باسم الطائفية من ناحية وباسم الهمجية اللي عبي تصرفوا فيها حلفاءه ضمن بالدولة بهالهجمة اللي عم بتصير على القضاء على قوى الامن على التعيينات على كل شيء هذا ما انه تصرف زكي هذا تصرف سلطوي يربك حزب الله في مكان ما ولا يخدمه ولكن مجبور فيه حزب الله اصبح هو ضعيف ضعيف بطرحه هلك حاله بسوريا ضعيف بحلفاءه لانه حلفاءه مش قدة ومن هون انا بقول انه حتى حزب الله اللي هو بفكر حاله قوي ويواصل ضعيف هو يمكن قد يكون الحاكم الوحيد بامر الله بلبنان حاكم الوعيني هو القابد على الحقيقي على مسار الامور وكل البقوي هنه مريونات صغار بفكروا حاله انه اقوياء ولكن اقوياء بعضلات غيرهم ومنشوف نحنا ومنذكر الكل كيف انه مركز تيار الوطني الحر استباح بمركز ميرناشا لوحي من سنتين بعهد الرئيس ما يسمى الرئيس القوي بوقتها من قبل عصابات مسلحة تنتمي الى السناء هاي دوقت اللي مشكلة مع رئيسنا به بره نعم محدا حرك ساكنا لم يتحرك جهاز امن واحد لم تتحرك اي قوى عسكرية او امنية للدفاع عن مركز حزب طالع منه الرئيس الجمهورية بلبنان بقى تتعرفك مدى الاستباحة ومدى سيطرت هذه المجموعة على القرار على القرار الحقيقي بلبنان وكل الباقي اللعب تشوفي هو ماريونات يعني بيلعبوه ضمن حدود النوتة او حدود الشريط المربوطين فيه تتعرف وشو نهاية هالوضع برأيك يعني صح يمكن يتطول الامور على هالمنوال فيه سبق بين نهاية الدولة بلبنان او نهاية الازمة بلبنان فيه سبق يعني حزب الله لقى متى بده يضل هاكم بسيطر على المشهد يعني بده يعرف انه هل ياتورا رح يروح يخد معه لبنان ويروح هوية للبنان ويتصفى لبنان ويتصفى حزب الله هو نحنا بحالة تصفي انت بتعرف انه عنا نمو ناقص السنة يعني تحت السفر يعني مش ان هيك البطالة عم نشوفها بتاعها وكلها بيعلى لانه ما في بقى انتجيه بلبنان ما حدا عم تتسكر كل الشركات اللي قادرة تخلق عمل عم تتسكر مانا قادرة ضيق بقى بهذا الواقع هذا معناتها شو معناتها معناتها البلد بمؤسساته مش الدولة البلد بمؤسساته قطاع الخاص فيه هو عم بيصغر وعم بيخلص عم يتصفى وحزب الله ما بيقدر يعيش اذا ما في عنديك حيوية اقتصادية بالبلد ما بيقدر يعيش بهمه هذا الواقع كمان وما قدر عمل اقتصاد بديل كامل عنده اقتصاد بديل ما بيجي صغير الصغير اللي بيجي من المرفق بيروت ولي بيجي عبر المعابر غير الشرعية اللي كلها معروفة ويقدروا يتبطوها بقرار واحد الدولة بتقدر تتبطها بقرار واحد ولكن هيدا اللي عم بيأمن بعض من الاستمراريين ما في شي مهم انما في ريزيرف وفي الاموال اللي كانت الشبكات المعمولة عالميا اللي بتقدر تجارية وغيره وشارعية أو غير شارعية مش انا علي احكي فيها ولكن في منظومة مالية بتنظم وبتساعد هذا الحزب على البقاء هلأ ضعفت كمان عم نلاقي انه هذا كله ببقى عبيوفي بالغرض ما في اقتصاد بديل نعم الاقتصاد البديل موجود لفترة يعني بيقدر يساعد لكم شهر لمدة اقصاها سنة وبعدين بس رح يستوعبوا هالوقع يعني يعرفوا انه مقالهم بديل مش ان هيك بدون دولة بس بدون ايها الدولة تكون لقالهم مش ان هيك بدون دولة مش ان هيك بدون يسرعوا بالنفط والغاز مش ان هيك عم يعطوا كل التسهيلات لقطاع النفط والغاز مش ان هيك ميستر ساتيرفيلد او مستر ساتيرفيلد بروحوا بيجي وصار تقريبا عبيعملوا موضيع انشاء املاء بيقلك عمول املاء ايد شو بدنا لانه واصل انت خلصت انت عم تتصفى مش بس مديا انت عم تتصفى معنوية انت اليوم من بعد مسادر اجا حطك تحت وصاية اخلاقية واقتصادية اجت اليوم قصة المفاوضات اللي عم بتصير عم بتحط لبنان تحت وصاية نفطية ومعنوية قد تكون بشكل انه انت خلص منك قادر بقى توقف بهيدا الموضوع هل يترى رح يقدر يستفيد حزب الله والمتسلطين لحواليه والحكومة يعني بشكل عام هل يترى قادرين يستفيدوا من مردود النفط والغاز اللي يستفيد البلد نحنا نحنا يستفيدوا ما حدا بيحكي اي بلد عم نحكي فيهم هلأ همشي هني هلأ البلد بيجي وشي تاني ما عاش بيك بتسافري بقى اللي طبعا عم بمزح يعني اللي عم بيسمعوني ما يفكروني ولي عم بفرغ لي حديثي هلأ يحط انه قاله متهكما اذا بتريده حتى ما يفكروني اني جدي بهذا الموضوع ما راح انفل من لبنان وباقيين على قلبهم كلهم سوا حمد الله بقى مش راح انفل خيوني يرتاحوا لكن قضية موضوع نفط والغاز كمان اللي عبيت سارعوا وبيعتوا اللي بدون ايه برا ما يفكروا ابدا انه راح بيصير في شي خارج صندوق سيادة صندوق السيادة مش راح يحاصصوا متما هن مفكرين ابدا راح تكون اقوى معايير الشفافية بالعالم مطبقة واحدا يفكر غير هيك ولن يكون النفط والغاز طريقة اخرى لتبييد الاموال او للالتفاف على عقوبات او لتمويل ما هو غير شرعي انا بقلك انه لا خلاص للبنان كله عم بيربطوا بصفقة الارن وبالتوطين هذا كلام غير مبني على واقائها هذا كلام حكي فاضي انا بقلك الحديث الحقيقي انه ما بدك تقولي لا قيامة للبنان طالما انه هناك سلاح غير شرعي موجود على الارض اللبناني سيلي قصة سلام اسرائيل سيلي قصة صفقة الارن سيلي قصة كل مضيان صفقة الارن تأجل بتتأجل او ما تصير او عمر ما تصير مش همي انا هيدا انا همي اليوم ما بقى صارت كل واضحة بزهنه انه لا بيجيكي لا مال من افريقيا ولا من امريكا اللاتينية ولا من هيدا الليبانيس دياسبورا انرجي اللي ضحكوا عن الناس فيها ويجبوهن قالوا انه انتعوا استسمروا هاي كله ما رح يشوفوا شي منه ابدا ما رح يشوفوا شي منه ابدا طالما في عندي كبرودة واحدة غير مضبوطة من الجيش اللبناني ومن الدولة اللبنانية على الارض اللبناني هيدا الضغوط هلأ عم تتمارس بهالإطار وهيدا عم نقوله من الأساس حاش توهموا الناس كلهم بيقولولنا ليه عم تحكوا بسلاح حزب الله انتو old fashioned هكي يعني صرت موضة مرأة الموضة بيجوكي بعدين مراكز الدراسات بيقولولك لك فضل اللايحة هم الناس الكهرباء هم الناس الأسعار هم الناس كذا وبتجي بالآخر هم الناس الحزب الله اللي له طيب مش أنا بدي إلحق الناس أنا شغلتي أول شي أني وعي الناس ما تتضبط لكهرباء وكذا بدي كون في توافق سياسي و بدي كون في دولة بدي أعمل استراتيجية حماية لبنان بدي أفهم أقعد مع كل إخواني بالبلد المواطنين اللبنانيين بكل فئاتهم بدي أقلهم برواء نحن وياكم يا جميع لوين واصلين بدكم تستلموا البلد تفضلوا استلموا وتحملوا المسئولية ما فيه كون عندي قائد جيش وقائد سرايا المقاومة ما فيه في قائد جيش واحد نعم تعوه بدك تتفضل يا سيد حسن أو عين مين بدك قائد جيش يطلع هو يستلم الجيش اللبناني وتحمل مسئوليتك ما فيك تكون اللامسئول متل ما عبليك من الأول ما خصني طب مين خصه كله بقول ما خصني مين خصني نعم نحن بدنا نقلهم تعوه نقعد حول الطاولة نعمل استراتيجية لحماية لبنان ليس فقط استراتيجية دفاعية الجيش بيعمل استراتيجية دفاعية كيف نحترم بعضنا بشكل انه ما ينضرب استقرارنا لما نحط هايدي شوفنا اليوم يعني نموذج لضرب الاستقرار الأمني هايدي يعني انشاء الله انشاء الله تكون حادثة منفردة ضربة تسكيرية من ما بعرف شو تقولهم للناس انتبهوا هذا ما يبنى في لبنان هو بناء على باطل وما يبنى على باطل يبقى باطلة معايا الوزير سلامي صايغ هنحكي معك كمان بموضوع الكهرباء قبل ما يخلص الوقت لا بطولين انا وعد مدير المزاعة المزاعة صار في قدمت وحضرتكم طبعا طعن مع كمان عدد من النواب بقانون الكهرباء وكان في يعني طلع الرد من مجلس الدستوري انه في ابطال يعني لبند معين عمليا كيف من الترجمة هايدي على الارض هلا خلينا نقول اسمحيلي قليك انو مش ابطال بند معين ابطال قلب ابطال قلب صحيح اللي احنا طالبيه ابطاله نعم القلب تبعوا هنه كل خطتون هاي دول اللي مسيطرين على وزارة الطاقة كل خطتون كل عمرهم كانوا انن يهربوا من ادارة المناقصات ويحطوها لادارة المناقصات امام الامر الواقع نعم وكل خطتون وكل ايرادتون كانوا كل الوقت نحنا صبناها بهيدا الهدف وايجا التعن واضح بهيدا الموضوع انو هنه ربطوها بنوعين من اللقوانين وبيعطوا الاستثناءات اللي بدوا إياها على موضوع القوانين الموجودة خاصة قانون المحاسبة العمومية ونظام الذي يحتكم او يحتكم له المناقصات نعم جربوا يعملوا استثناء يجر الطعن قال ما في استثناء معناته سبت الطعن المرجعية ادارة المناقصات من اول المناقصة لا اخرى لحد التنفيذة كانت وزارة الطعاعة بتجرب تعمل شراكة بالموضوع وتخط امام امر واقع ادارة المناقصات نحن هيدا اللي كان بدنا اياه اساسا هيدا هو الاساس هيدا هو الهدف من الطعن طبعا وبالنتيجة اصبحت اشتحد الشراف المناقصات وهيدا هو الابدنا اياه نحن ابدا ما كان بدنا مثلا انه نوقف خطة الكهرباء على التخفص طبعا انه في محلات منا واضحة نحن اكيد ما بدنا انه تنمد خطوط التوتر بالمنصورية بدنا اياها تحت الارض اكيد ومقدمين فيها نحن اقتراح قانون نعم اوكي مقدمين فيها اقتراح قانون اليوم قدموا فيه الشيخ سامي من سنة 2012 بقى نحن واضح ما وقفنا بهذا الموضوع نحن بدنا نصيبهم لهالفرقة هايدي اللي موجودة بدنا نصيبهم محل بيوجعهم ومحل اللي بيوجعهم لانه عارفين شو بدهم يتهربوا يعملوا صفقات متل ما بدهم اكلوها فيا هذا انتصار نهدينا احنا لتلات انواع من الناس اول شي نهدينا للشعب اللبناني انت اللي استضعفوك لما يكون عندك نواب قدى عن جد هادي النواب بدنا نشكرهم واحد وواحد هن يكتلون لانه هيدول يعطيوا امل لشعبنا انه قد ما تجربوا يتواطقوا ويمرقوا بعد فيه نواب قادرين يوقفوا لقمو يعني قدرتوا هون بتتعاونوا مع نواب من كتل حتى سياسيا مش معاكن هادي للشعب اللبناني تاني شي بدنا نهديه للبترك نحن سيدنا البترك الراعي هو اللي شد على ايدنا كمعارضة وهو عطينا بافتتاح متحف الاستقلال اللي عمله حزب الكتائب قال الكتائب منيح انها تكون بالمعارضة وهيدا الدور المطلوب منها تتستوي الحياة الديمقراطية والكتائب بهالظرف ما فيها تكون إلا بالمعارضة نعم وبالنتيجة بننشكرك سيدنا لأنه انت عطيتنا التوجيه الوطني والأخلاقي والسياسي بهيدا الموضوع وتفضل هيدا وزارة الطاقة عم يجربوا يعملوا شيء كانوا يخالفوا فيه القانون فضحناهم فضحنا هذا النمط ومنقلك انه هيدا نقطة بمسار في كتير أمور أخرى رح نكشفهم فيها واحدة ورد تانية ما حدا بيقدر يكذب على الشعب اللبناني ولا حدا بيقدر يكذب على بطرك المورنة هيدا تاني اهداء اذا بتحبي هو بدي قولوا الاهداء كمانا للنواب هول النواب هنا نقلهم كلهم سوا يا شباب اللي يمات بينتنا عملنا عمل إنجاز كتير مهم كلنا سوا بدي أقلكم كلكم سوا إلى المعارضة در سوا لايكوشوا قادرين نغير وعدناكم بمعارضة ذكية وعدناكم انه هالمرة تعلمنا من دروس الماضي وراح كل مرة نعرف كيف بنا نواجه حتى نسبت مسار إنه هيدا البلد منه لقمة سائغة بإيد هود اللي قاعدين بالحكومة عام يتآمروا كرمي المصالحون الخاصة نحنا بكل بساطة عام نقللهم يلا نحنا وياكم إن شاء الله مسار طويل نعدكم لقلكم وللشعب اللبناني بمعارضة بتليق بتليق بالإنجازات اللي نعمل تتسع بعد المعارضة أكتر يعني فيه على مواضيع معينة طبعا نحنا فيه عندنا يعني الموضوع صار جاهز التوقيت يعني كمان صار تقريبا معروف ومسارة بتجي بوقتها يعني مش رح نجي نعطيهم كمانا لأنه كل ما عطصنا بحركوا كل الدولة كأنه نحنا الإرهابيين بحركوا كل الدولة حتى تحصيلنا أنفاسنا ما رح نخليهم يحصولنا أنفاسنا متل ما فاجأناهون بقصة الطعن قالوا ما هود كلهم تلات نواب شو فيهم يعني عمليون نحنا رح نعمل نيلون طعن كان فينا نجيب عشرين أمضة فيه ما عليش صحيح كان في ناس ما رح نعطيهم هدايا ونقلهم شو رح نعمل رح يتفاجأوا بالقوة الحقيقية اللي موجودة اللي هي منا بالعدد عم نثبتلون أنه قلة قليلة قدر تغير مصار أوطان وسمعت تعليق الوزيرة نادا البستاني على صدور للحكم على المجلس الدستوري أنا ما برد على الوزيرة أنه هلأ ما نستعمل أساليب قديمة صرنا بالشغل لا أنا ما برد على الوزيرة نادا البستاني برد على الوزير جبران بيسيل هو رئيس حزبة أنا ناية برئيس حزب برد على ناية برئيس حزب أو على رئيس حزب هي بالنتيجة موظفة بوزارة الطاقة أو عاملة وزيرة وبالنتيجة يعني برد على المعلم الأساسي المعلم الأساسي الوزير جبران بيسيل رئيس التيار الوطني الحر بيقول قبل بثلاث أسابيع من أول ما قدمنا الطعم قال أنه نحنا ما رح نقض متفرجين رح نعمل كل شي ممكن لأنه ما رح نرضخ لموضوع الطعم هاي دي بتعرفي شو معناتها يعني شو عمل الوزير بيسيل شو وعد الناس أنه هو سيتدخل بعمل القضاء وبالفعل لدينا معلومات نحنا ما رح نقولها هلأ ولكن المعلومات وحذرت منها أنا بكلام وبتويتر وقال ناية بليس حنكاش حذرت منها وقلنا المجلس الدستوري يتعرض لضغوطات شو بدنا إذا هالكلام عم نقوله نحنا صحيح أو غلط كلام الوزير بيسيل لو نحنا عايشين بدولة ديمقراطية فيها قضاء مستقل حقيقة تعرف شو كان بيناعمل كان بيناعمل بيتاخذ على التحقيق لأنه هو التعدي على سلطة القضاء هو تهويل على القضاء هو التدخل بعمل أعلى سلطة قضائية بس هو التدخل هلأ بالمجلس الدستوري ما هو قال قال أنا ما راح أقعد متفرج راح أعمل كل شي هو ممكن بس ما كان يعني نتيجة أنه حكم المجلس الدستوري بطريقة كان القرار بيطلع كمان أحسن لأنه حسب المعطى القانوني الكامل أول شي هناك تزوير لمحضر مجلس النواب جلسة مجلس النواب اللي طلعت من مجلس النواب لمجلس الدستوري وهيدي يسأل علي ما بعرف مين لأنه ما أبنى عرف مين المسؤول ما بعرف عمين بقنا نسأل كله بقلك ما أخصني بيوصل على المجلس الدستوري محضر بيقولوا أنه النواب صوتوا بالمنادات بالوقت أننا بطعنع عم نقول ورئيس حزبنا ونوابنا وكل النواب بيشهدوا أنه لم يتم التصويت بالمنادات بيقول المجلس الدستوري أنه طعنع بيقول فيه مصار التصويت بالوقت الآن الوثيقة لعندي إياها اللي جاي بالمحضر عم بتقول صار التصويت بالمنادات نعم فيه تزوير تبهي شو فيه تزوير بهذا الموضوع وفيه قضايا أخرى كان بيقدر كمان المجلس الدستوري يطلب التجيل الصوتي للجلسة أو الفيديو لأكد بزيته إذا هذا الموضوع عكل حال وهذه كلها تفاصيل اليوم تدخلوا ولم يقدروا لأنه أنا بدي هني القضاة اللي صمدوا لأنه هاي النقطة اللي هيدا كثير مهمة ما فيهم هيدا النقطة هي الجوهرية هي القلب الموضوع ما فيهم رأى يعملوا شي قلب الموضوع والوزير بسير ملزم يعطي تعليماته للوزيرة ندربستيني اللي هي أصلا مستشارته بتشتغل معه أنه تنفذ القانون هذا القانون نجلس الدستوري مبرم ونافذ إذا ما بدون ينفذ القانون هني بيكونوا خارجين على القانون بصورة واضحة ويصبح من واجبنا مقاومة الظلم بكل الوسائل المتاحة نعم لأنه معناته هذول بيكونوا غير شرعيين يقوموا بأعمال غير شرعية وبالنتيجة هون شغل البلد ما نفر تاني وما نسيبي قلتلك يعني شغلي ما بتصير ما تقول يعني السلطة اليوم هو كلام ضبابة قنابل دخانية نعم نروح نفذ القانون متل ما عم نقلك بالموازنة روح نفذ القانون تقول لي شو كان فيكم تعملوا قالوا إياها الشيخ سامي روحوا نفذوا القانون حيش بقى تهربوا من القانون نفذوا القانون جيبوا محل ما لازم تجيبوا جيباية نفذوا القانون وقفوا الهدر جيبوا الجمرج مصبوط زبط كلها بدأ قرار أنتو جماعة عبتطعوا من جيب المواطن عبتطعوا من الناس عبتفلسوا وتفقروا الناس حتى تهربوا من تنفيذ القانون لأنه ضبطوا تتنفذوا القانون أنتو رح تنطالوا يمكن أول ناس هذا ميشان هيك نحنا عم نقول معركة كبيرة يعني عاكد حال هلأ في مجلس النواب عنده تدور فيه يعني يغير بالموازنة وحكينا يمكن بأول حلقة عن موقف قائد الجيش بموضوع أول شيء بحب أقعدهم للناس أنه نحنا بجلس النواب موقفنا واضح رح يكون مثل ما سمعتوه من الشيخ سامي طبعا نحكي بتفصيل كل شيء عنا معطيات ولكن تباعا على كل نقطة رح يكون فيه ينحكى الكلام اللي بده ينحكى ونحنا منقول أكتر من هيك أنه هذه الموازنة فيها مخالفات دستورية ولكن كمان خلينا نشوف بوقت لكل حادث حديث إذا ما رح يرتبوها نحنا كمان منوعد الناس أنه رح نعطيهم موعد آخر مع طعن آخر مواضيع الإشياء اللي مست شوي بالتقديمات المعاشات وللجيش وللآخره هيد شو رأيكم فيه هيد سابقة بتاريخ لبنان الصامت الأكبر الذي هو الجيش اللبناني وعلى رأسه قائد جيش منحترمه ومنجله وصاحب كفاءة وعلم ومقدرة وحكمة قائد الجيش لأول مرة بالتاريخ الجهوري يعني حكي كتير بقوة رفض بقوة عبيدروا مع الطالي وعبيتهم عبيستهدفوا عبيستهدفوا أكتر من جيبة الجيش عبيستهدفوا البيئة الحاضنة للجيش العيال عبيستهدفوا العمليات اللي دعمة للجيش يعني اليوم بقلك العسكري هو قال اللي عبقاتل على الجبهة إذا ما في منظومة لوجستية وطبية وراه ما بيدرقون بمهماته وعبتستهدفوا معنويات الجيش اللبناني أهم شي العسكري ما تعطي زخيرة بس عطي معنويات جيش اللبناني أبداعي معروف عنه بكب حاله على الموت كب إنت اليوم أهم شي معنويات ومكان لأحاله بمحل أنه لا يستطيع السكوت ضباط حواليه رفقاته رفاق السلاح المتقاعدين اللي هن كانوا رؤساءه يحني على الأرض عملوا شو عم تعملوا شفتي ببلد من العالم ضباط المتقاعدين بيهجموا على السراي الحكومة أثناء إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء من شافت هاي بالعالم ما فيه ببعض المطارح مبالغة ببعض التقديمات كل الناس عم تحكي إنه مثلا الضباط بيقبضوا أوقات مع عشات تقاعدية ضخمة ومع معاش مع سائق نحنا قصينا على هذا الموضوع ما فيه شي اسمه سائق هاي دلتغت الضابط بيدفع من جيبته السائق وبعدين في شي بالماضي من زمان بعدهم مفاكرين إنه بيطلع الضابط معه أردنانس على البيت بيرضف له بيمسح له كله اليوم بيبلك بالصراحة تنفطرد إنه هاي تقديمات منفوخة وهي مننا منفوخة لأنه تنفطرد بس لذحظة وهي مننا منفوخة والأنون بيحميون المتقاعدين أنت فتت هالمؤسس يخدمت 30-40 سنة مفروض دولة تحفظ لك حقوقك هلأ بدو يفوت جديد عمل له أنون جديد لأنه هو فاتع هالأساس فاتع هالأساس بس ما فيك تقططاله يعني هذه أنت عم تضربه وتضرب معنويات ومعنويات المؤسسة بقبل المبدأ هاي مقلك ها تقططل بس تنفطرد إنه فيه امتيازات غير مقبولة تنفطرد سلمنا جدلا طيب أنت هلأ وقته بالوقت اللي عندك إرهاب عندك حدود بدك تتبطى عندك خطر على حدودك البحرية عندك وضع بالمنطقة كله سوا مش معروف شو هو هلأ وقته تتشير على إنه الجايس هو مكمن من مكامن الهدر بده أن يشوفه منه بده حصله أرقى هيدا الهدر الهدر بالأبنية اللي ما بتعرفوا تضبطوها الهدر بمصاريفكم الهدر كل واحد ده ألا واحد بيطلع معه موكب عشرين سيارة هيدا الهدر الهدر بالناس اللي بتحطوها بدل ما تروح تقاتل بتحطوها مواكبة للنسوان الوزراء والمسؤولين شمال ويمين هيدا الهدر هيدا هو الدولة اللبنانية اللي انتو عم تعصروها عم تعصروها عصر استعمال الطوافات والطائرات لأهداف انتخابية وسياسية هيدا هو الهدر والجامعة اللبنانية اليوم يعني سال من شهر مقدر بين والتلميز يعني كمان عم يشكو هو واحد موضوعيين أخطر شيء بهذا الوضع معه الحق بهالتمادي بالأضراب أخطر شيء أخطر مشهد بتشوفيه هو لما السلطة تسعى إلى تقليب المستفيدين من التربية واحد ضد التاني يعني لما تحطي الأهل ضد الأسادزي أو تحطي الطالب ضد الأستاذ بصف كأنه الإشكالية عم بتصير بين الطالب والأستاذ بالوقت هني مفروض يكونوا بفرد خندق هدي حقوق كلها كاملة متكاملة تنضرب الجامعة اللبنانية بهالشكل هيدا مع ما أخذنا الكبير على سوق الإدارة اللي موجودة فيها نعم ولكن الحقوق الأسادزي الأسادزي الجامعيين ما فيك تلعب فيها لا حقوق القضاط لا حقوق الأسادزي الجامعيين لا حقوق الضباط والعسكر لسني ما مصروا اللي يمكن للأسادزي اليوم بشي لا عبي مضربين لكين فيه كتير صار عنده سلسة مطالبين توسعوا فيها بكل أحوال نحن منقول أنه يعني هذا المشهد هو مشهد يعطيك فكرة أنه على الفشل والإفلاس اللي موجود بإدارة الحوار الاجتماعي هذا بده حوار في فئة ما تبري حالة عن حق أو عن باطل مستهدفي وين الحوار اللي عم بيصير مفروض أنه هيك يصفي نوصل لحدية هذه الأزمة ما في شي عب ينحل معهم بالحوار بالوقت كل السلطة كل قطاعات عم نوصل على أزمات ومش عم تنحل ولا الطريقة عم نوصل على أزمات معناته هذه أنها يدام الثقة نعم أنها يدام الثقة بالحاكم أنه لهون بده إخدها هلأ بالقطاع نحن نطلب أول شيء من أولى الأسادزة الجامعة اللبنانية نحن معكم منا تركيينكم أنتوا معنوياتكم وأنتوا عبت خرجوا الأجيال عندكم 70-80 ألف طالب هني أماني بين إيديكم أنتوا إذا ما كنتم عززين مكرمين لوان الوطن رايح نفتح أحبوسي نسكر الجامعة نفتح أحبوسي هذه هي الخطة البديلة مفروض يصير في حوار أسادزة الجامعات هني جماعة بعلموا الحوار لازم ينحكى معهم وأنا برأيي الطلاب ما لازم أبداً ياخدوا موقف ضد الأسادزة بيتعوض السنة ما بتروح السنة كل شيء بيتعوض أنا كمان أستاذ جامعي يمكن بس في حالات معينة بحالات معينة بتبقى صعبة شوي ما هو هادي جزء من العمل النقابي جزء من النضال النقابي والعمل النقابي هو أنه كيف بدك تخلي الحاكم المتسلط المستبد أنه يرضى خلال مطالبك إذا بدك بس تلبسك فوف وتكون يماشي على الاتيكات في محلات بدك توجي فيها وهذا الضغط لازم يوجع إذا هني بلا إحساس المسؤولين أو اللامسؤولين بدكي هون تصبيهم بالمحل اللي بيوجعهم وأنا برأيي أنه هون وعد وزير التربية بمحل معين أنه رح يقود هذا الحوار عامل خلية أزمة رح يقود هذا الحوار ومعروف عنه الوزير أكرم الشايب أنه رجل حوار بالدرجة الأولى وبيعرف كيف يرتب هيدا الأمور أنا بتأمل خير لموضوع السلسة الجامعة إن شاء الله يعني نحنا بعتقد وقتنا الممدد أهلا وسهلا فيك حضرتك بتستهل يعني وقت طويل والمستمعين بحبوا يتابعوك معالي الوزير دكتور سالم الصايق أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان مرسي بنكرر لمعيدي لصوت لبنان ولجمهور صوت لبنان ولأهلنا كلهم من كل الطواقف اللبنانية يا أهلا وسهلا فيك بدأ أشكر زميل شادي عقاد أيضا كانت معكم أيلان زغيب عيسى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر